زندايا بحبها جدا برضو وبرضو بحبها جدا عشان اسمها انا عاوز اجيب بنتين واحدة يبقى اسمها زندايا وواحدة يبقى اسمها ايه زوزي طبعا احنا فاهمين يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو سبايدر مان فار فروم هوم سبايدر مان فار فروم هوم كانت نزلت له تيزر من 3 شهور تقريبا وعملنا لها حلقة بالفعل وكانت حلوة جدا وسخنتنا جدا بس كان في حواليها تساؤلات كتير لان في الوقت ده طبعا اند جيم ما كانش لسه اتعرض تساؤلات من نوعية هي الاحداث دي قبل انفينيتي وور ولا بعد انفينيتي وور ممكن تبين حاجة من اللي ممكن نستناه في اند جيم ولا لأ ولو انا فكر كويس اصلا ساعتها ما كناش نعرف ان الفيلم حيبقى اسمه اند جيم وطبعا بعد اللي شوفناه في اند جيم الترقب للتريلر دي بقى اكبر واكبر واول ما ظهرت كان لازم نعمل لها حلقة وتحضير بالحرق في احداث اند جيم يا جماعة حتى لو التريلر نفسها ما حرقتش انا عن نفسي حتكلم بحرية وممكن جدا احرق وده كان ضروري يتقال قبل ما نتفرج مع بعض على التريلر اللي كالعادة ما شفتهاش ولا مرة هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة فيالله بينا يبقى كالترخير هو قال نفسك كلمتين اللي انا حقولهم مش عارف انت اي لازمتك يا توم يا هولند بصراحة من خلصت كل حاجة إذا كان لازمود وقصتش تreatه عادم اتبايا جدا where I go I see his face I just really miss him Yeah I miss him too I don't think Tony would have done what he did If he didn't know that you were gonna be here when he was gone You gonna be in the next Iron Man now? لا أهم لديك. لا أتعرف. لماذا؟ فأنا مخلو. فأنا فأنا سوف يسأحن اللعبة. لأنني أذهب في أحداث. صحيح. بالمثال ، فني أريد أن تتحدث عنه. لا أريد أن تتحدث عنه. لماذا؟ لأنه أريد أن تتحدث عنه. لقد أحصلت لك المثال؟ لقد استطعته لك. لا تتحدثين. مرحبا. مرحبا بناة عدد الترم. Den fulfillingcome أهل أنا أعتقد أننا خطوة تنهزا في المنزل أنت خطوة الأولى نقه سيحيح إنها هناك مددور نحن هناfi نش splash إنها معنا لديك تفضل معنا لديك تفضل أخرى يمكنك تفضل مفتور مفتور تفضل مفتور أميك تفضل أمي بجانب سيدران بجانبك، تفضل أميك ما تريدون أنت تفضل؟ ما تريدون أنت تفضل؟ أريد أن أتبع لديه مجرد معاً لديه أميك أميك، أميك؟ لا, أعتقد أنه لا يمكنك أن تكون من المباركة ان تكون مباركة ولكن هذا هو مفقوق الحقاياً يجب ان تتخلص على مدينة بعض الوقت الدولة وحاول الناس يتوتون في الوقت يجب أن تركي قشرة أماني المكان يحتاج الأمر الآن سوف تحقق الأمر تاني مرة على التوالي فلاش بياخد اللقطة اللي بعد التتر جندا جدا بحبه جدا زي ما قولت قبل كان حلوة جدا التريلر ومغزية جدا في حاجة كتير قوي ممكن نقود اتكلم فيها على الحبة دول بس فخلونا نخش على طول في الموضوع عشان ما نضيعش وقت دي اول مرة في تاريخ التريلر تقريبا ان التريلر يتم افتتاحها البطل الفيلم بيحضرنا من الحرق عاملين عالم عظيم ومرتبين وصح واخدين بالهم من كل التفاصيل بما فيها الفجوة الزمنية اللي ما بين الفيلم الاهم وما بين الفيلم اللي بيطلق احداث العالم الجديد او مفردات العالم الجديد فلا برافو بصراحة واصلا ان تحذير السبويلرز يجي من توم هولن دي نكتة لوحدها لان هو ماشي عمال يدلدق سبويلرز مع نفسه طبعا الناس اللي شافوا انت جيم عارفين كويس جدا ان هو انتهى النهاية المأساوية بوفاة توني ستارك وانتهاء الخط بتاع ايرن مان فانحنا نبتدي بتأكيد على اننا عارفين المعلومات دايات وانها سايبة حملة عاطفي على الشخصيات اللي حواليه ومن اهمهم سبايدر مان خطوة في الجون من الواضح ان هابي هوجن في الفيلم ده ليه دور كبير ومحسوس يعني وده شيء كويس من شخصات اللينا بحبها جدا وعموما بحب جون فافرو جدا ما ظنش ان توني كان عمل اللي هو عمله الا وهو عارف ان انت هتبقى موجود بعد ما هو يموت مهم جدا في سؤال قعدنا كتير قوي نفكر فيه ونحاول نجاوب عليه هو مين هيبقى الايرن مان الجديد من الواضح ان سبايدر مان هو الذي يحمل اللواء حسب ما بيتم التنبؤ في التريلر دي النقطة دي جامدة والتساؤل بتاع الزابط مهم جدا هو انت هتبقى ايرن مان الجديد بقى احتمل المشهد ده يبقى اول مشهد في الفيلم المشهد ده غالبا استكمل المشهد اللي كان في التيزر اللي كانت فيه انت ماي والرومانس الخافي اللي ما بينها وما بين هابي ده دلوقتي خلاص نيك فيوري لما يحب يكلهم سبايدر مان هتكلمه بشكل مباشر وده فيه جزء من اجزاء اللخبطة وده ظريف جدا رحلة اوروبا وبرضه من الظريف في التريلر دي انه هم ما خدوش وقت كتير عشان يقدموها لانها تقدمت بالفعل في التيزر زي ما تكون التريلر هي الجزء التاني بتاع التيزر وهم عاوزين ينجزوا شيء فعال حلو جدا هليش ده يا جدعين الراجل فلاش دوت من اهم الشخصيات في عالم مارفل دي لقطة مكررة من التيزر بس مهمة في سياق تقديم الحبكة يعني فما عنديش معها مشكلة المشهد ده بقى مليان اشارات ومليان ابواب اتفتحت ومليان مواضيع للمناقشة ممكن نقعد نتكلم فيها بدل التريلر كلها اصلا اولا تقديم مستر بك اللي احنا عارفينه تحت اسمه مستيريو اللي هو المفروض فيلن بالتصنيف بتاع الكوميك بوكس ونيك فيوري بيوضح انه هو من الارض ولكن من دايمينشن تاني من رياليتي تانية ممكن تكون متعلقة بموضوع البرالل رياليتي او الواقع الموازي المتعدد اللي ممكن يكون تفتح من الاحداث بتاعت عندنا شغل نعمله وانت جاي معنا وده تقديم الحبكة ان فيه مهمة حرجة جدا وراها اسئلة كتير جدا زي ما قلنا بتقتحم الاجازة بتاعت سبايدر مان بتقتحم الاجازة بتاعت بيتر باركر وبداية العلاقة الرومانسية ما بينه وما بين ام جاي لو انا ركست كويس في المشاهدة الاولانية بتاعت التريلر فالوحوش دي برضو لسه شيء مش مشروح عدنا بسرعة على موقف الابطال الاخرين ثور وكابتن مارفل وما جبناش سيرة دكتور سترينج لاني الصراحة متوقع ان دكتور سترينج ليه ظهور في الفيلم ده وده لان في التيزر الاولانية الاشارات والحاجات اللي كان بيعملها مستيريو قريبة جدا من العالم بتاع دكتور سترينج والاحداث بتاعته بالاضافة لان فكرة البرلل versus او الواقع المتعدد والكلام ده يقع تحت نطاق خبرة دكتور سترينج اوي جامدة جدا هو لسه بيصنف نفسه كالسبايدر مان بتاع الحي ومعرفش مين تني بيه ولو انت روحت الفضاء في ايه اهو شوفوا الحاجات اللي بتطلع من ايده والكلام ده دكتور سترينج اوي اوي اه انا عاوز كده وضروري جدا اتأكد من ان ده حيبقى موجود في الفيلم انه حيبقى فيه وقت الجيك جيلنهال على الشاشة بيتكلم عادي مش كله لابس بتاعه لدماغه وفيه دوبلير بيطير وخلاص هل المشهد ده معناه ان ام جي فهمت وعرفت بشكل مؤكد ان هو سبايدر مان ولدي اشتغال ان التريلر دمار ملحمي شديد اكشن كتير في الفيلم ده على ما يبدو انقاذ العالم يتطلب التضحية وفي بعض الاحيان الناس بتموت هل ده توقع لمصير ام جي؟ هل دي النظرة بتاع توني ستارك؟ انا اعتقد انها هي ركزنا عليها كتير في الافلام وبالتحديد في طور راجنا راك لما كنا في الكوين جات وهالك او بروس بانر لبس اللبس بتاع توني ستارك كانوا من انواع التنكر اعتقد ان دي كانت النظارة اه والنظارة دي عندها امكانيات يعني اللي هي نظام اكس ري وبتاع هي بتكشف ما وراء الحيطان والكلام ده فسبايدر مان اكتشف ايه بقى في اللقطة دي؟ هل ان ميستيريو بيشتغلهم وان هو فيلن وان هو جاي هجم الارض بس متسلل في شكل حاجات تانية وبتاع معرفش مين؟ انا معرفش انا اتسارك على التريلر يا جماعة والسراحان ياخدني بقى والهري يجيب اخره معايا ضمار ضمار ما هذا؟ لا انا ما عنديش اجابة ما هذا؟ يا جماعة كفاء طقت يا فقل بنا بقى في تركيز متكرر جوة التريلر دي بان سبايدر مان رافض انه يشارك او خايف او قلقان او مش عايز يلعب او حاجات بالطريقة ديت يعني في اصرار من الشخصيات اللي حواليه كلهم انهم بيحاولوا يقنعوه الموضوع فيه شوية تخازل يعني الفيلم ده من بطولة فلاش انا مليش دعوة بيت الشخصيات دي كلها بتسندوا لأ حلوة جدا يا جماعة ومليانة طبقات ومليانة مواضيع عندها كتير على الجانب العاطفي سواء على الصعيد الرومانسي ما بين بيتر باركر وما بين ام جاي او على صعيد العلاقة ما بينه ما بين ايرن مان وكون ايرن مان مات فالموضوع ده عاطفيا سايب عليه حملة عامل ازاي والنقطة دي بالتحديد بناخدها بعد كده للانعكاس على جزء المغامرة او جزء المهمة لانه زي ما قولنا على ما يبدو لسبب ما رافض ان هو يشارك في الموضوع ده والموضوع ده حرج وعندنا شخصية خارقة اخرى ممكن تكون بدايتها بداية خير ولكن احنا عارفين من الحكايات اللي بنسمعها عن الكوميك بوكس ان هو بيتقلب لشر بدون اي شك وفيه خطر على اصدقائه والتريلر بتهددنا انهم ممكن فعلا يطبقوا بعض التضحيات على بعض الشخصيات سواء اصدقائه او ناس تانيين وفيه اشارات لموضوع المالتيفيرس سواء المتعلق باللي حصل في انت جيم او المتعلق بفيلم سبايدر مان انتو ده سبايدر فيرس وفيه اشارات لابطال خارقين اخرين حتى والتريلر بتنفي انهم حيتدخلوا ولكن مدام جابوا سريتهم يبقى فيه سبب كلام جميل وكلام رائع ومضطرين نستنى لكنين يوليو علشان نشوفه حلو برضو نكون خالصنا من رمضان ومن افلام العيد وكاس الامم يتيقلي بعدين يستلمنا سبايدر مان وبعدين عايزين حاجة في اغسطس حاجة في سبتمبر وبعدين نبتدي الافلام بتاعت موسم الجوائز وبعدين موسم الكرة يشتغل لأ حلو الاجندة كده اتستفت ونسبة ترقبي للاجندة كلها وللفلم ده بالتحديد هي بكل تأكيد عشرة من عشرة فيه ايه نقلق منه فيه ايه نخاف منه فيه ايه نتردد عليه ردوا علي بس عموما ده رأيي وده انطباعي وده ده راجة ترقبي الاهم منهم رأيكم وانطباعكم وده راجة ترقبكم ياريت تساعموا بيهم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشتركوا جرس التباعت عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر وباي باي باي ومتفرج على برشلونة وليفر بول علشان بيعملوا اللي احنا كلنا متوقعين